فقط الزيارة الشرعية والعلماء يقسم الزيارات إلى ثلاثة أقسام زيارات إلى ثلاثة أقسام زيارة شرعية الزيارة للقبوه وزيارة بدعية وزيارة شركية الزيارة الشرعية أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدر الآخرة وأن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات فإن نوى دعاء الله عند الأموات فهي زيارة بدعية وإن نوى دعاء الأموات من دون الله فهي زيارة شركية الثالث أن لا يشد إليها الرحل الرابع أن لا يأتي بمخالف الشريعة هذه أنواع الزيارة عند أهل الإسلام إذن لا يمكن أن نصنع شيء عند القبور إلا ما ورد من الزيارة الشرعية